السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخة على نارها دي عمل لكم النهاردة ان شاء الله الرؤاء بطريقة سهلة وبسيطة. لونه ده بيكتحفة. وهعمل معايا اللحمة مشوحة. مستوية ودايبة جدا. رؤاء ده طبعا بنعمله في العيد كل سنة وانتو طيبين. بس ما فيش مانا ان احنا نعمله كده في الايام العادية. هو حلوة قوي. اللحمة دي انا مشوحيها. من غير اي حاجة. دايبة. مستوية جدا. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتنفزوها وتقولوا لرأيكم. يلا نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة. هنا عندي شوية زيد. معلقة سمنة. نسيح بس كده مع بعض. ننزل بقى عليها بالبصل. عليه معلقة صغيرة من اللاتوم. نسيح بس يدبل. مش اكتر من كده. هنا دي بالمعية هوسع كده عشان ننزل اللحمة. مكسرها كويس قوي. عشان ما تعملش كتل. ما تسيبش اللحمة لو خدت السخنية هتلاقيها عملت كتل وما بقيتش لطيفة خلص. انت بتعود الكسطري فيها لحد ما تبقى معاك بالشكل ده. تمام. طبعا كمية اللحمة زي ما انت عايزة. هنا شوية زعتر. انا في المعتاد بعمل كمية وبشيلها في الفريزر وقت بعوزها. وهنحط سبع بهارات. وشوية فلفل اسويت. شوية آآ ارفة. هنا ربع معلقة هحطي جنزبيل. ربع معلقة جنزبيل بودر. وربع معلقة سميق. هقلبها كده تقلبتين. واسبها بقى لحد ما ما تاخد مع بعض كده بتستويه. ما بتاخدش حاجة مجرد عشر دقيقة. والهربع ساعة بالكتل او تستويه. هزبط الملح بتاعي. سيبقى شوية كده. هي كده تمام استويت. هنا عندي بقى معلقة هريسة. دي اضافة مني. مش عايزة مش مش حباها آآ مفيش مشكلة تجنبيها. هي كده اللحمة خلاص جهزت وبقت تمام. هنا هاجي بقى اعمل الرؤاء. هاجيب شوية آآ سمنة عليه شوية زيت. يعني في حدود مسلا آآ آآ نص كباية سمنة عليها ربع يعني معلقتين زيت. هنا هاجيب السنية هحط طبعا تلات معلق سمنة كده كويسين. الرؤاء طبعا بيحب السمنة. والزيت بس يلجيها لون حلوي كده دهبي. هنا عندي شربة آآ هاخد الرؤاءة قابل لها. من من الظهر بالشكل ده من نحتين. وكل رؤاقية هحط ايه آآ سمنة كده معلقة كبيرة. ما بين الرؤاءة والرؤاءة. هنا نقرر العملية كده بالشكل ده. هحط انا نبقى خمس رؤيات خمس رؤيات من تحت قبل قبل المفروم. برضو معلقة السمنة ما بين الرؤاءة والرؤاءة. هنا انا عملت خمسة. انا بعمل خمسة وخمسة. طبعا انتي على حسب اللي انا بحبها معقولة كده وسط. هنحط اللحمة المفرومة. هنوزحها بالشكل ده. وهنسيف فراغ كده عشان لما اجي اقلي بالصينية. بالشكل ده. وطبعا ايه آآ الرؤاء زي ما انتي عايزة لو عايزها عالية بتزودي. لكن انا بفضلها بالشكل ده بتبقى خفيفة وتبقى حلو قوي. طبعا انا سيبت بسيب ما بين الصينية كده حتة صغيرة كده علشان ايه لما اجي اللي بقى. هنا طبعا انا هحط هعيد برضو ان هو خمس برضو رؤاءات. كل رؤاءة هابلت لها وحطها وحط برضو كده سمنة. معلقتين كده وبرسمنا. ونجيب الرؤاءات تانية قبل لها. احنا قلنا خمس رؤاءات من تحت والعصاج وهنسيب كده مسافة ما بين الصينية والرؤاء والعصاج. وهحط برضو رؤاء تاني خمس رؤاءات تانية ما بين كل رؤاءة معلقتين سمنة. بالشكل ده يبقى خمسة من القاع والمفروم وعليها خمسة ما بين كل رؤاءة ورؤاءة سمنة. كده تمام خلصتها. هحطها بقى على قاع العصاجة بتاعة البتجاز بتاخد تلتي ساعة بالزبط. يبقى انا هحطها على البتجاز على من تحت. بتاخد الساعة. هنا بقى في الفترة دي. انا هعمل بقى اللحمة مشوحة. هجيب حلة وحط عليها شوية زيت. شوية زيت كويسين. هنا بقى فصين من المستيكة. احطوهم مع الزيت يسيحوا. الريحة بتطلع المستيكة تحفة. هنا ساحة خلاص هنزل بقى باللحمة بتاعت تكون طبعا على مستيح. تكون الحلة بقت سخنة جدا. عشان اللحمة تاخد الصدمة. هنا هنزل بقى اللحمة مش هحط لحمة على لحمة. انا بحط كل الفوارق علشان ما تجيبش ميتة. عشان تبقى الحلة سخنة. بالشكل ده اوسع كده برضو. وانزل ببقى اللحمة بتاعتي. بالشكل ده هسيبها بقى تاخد اللون من تحت وابدل وقلبها. بالشكل ده تاخد اللون ده وتروح قلبها. هقلب بقى كله بالشكل ده. عشان تاخد اللون الحلو الضهبي. افضل معاها كده. لحد ما كلها هتاخد من نحيتين اللون الضهبي الحلو. تمام هي بص كلها كده خدت لون زي بعض. الشكل اللي انتو شايفينه ده. بس كده. في المرحلة ديت هي كده خلاص خدت يعني هي ممكن تاخد في حدود عشر دقايق على ما توصل للمرحلة ديت. وانا واقفة قدامها لحد ما ما ديها اللون. كل ده ما ضفت لهاش اي حاجة. هاجب بقى مية سخنة بتغلي. بحدود كده ربع كوباية. وارح مغطيها وموطيها عليها. بكرر المرحلة ديت. آآ كم مرة لحد ما اللح ما تستطيع. يعني انا كده خلاص خطيت الربع كوباية المية. وهغطيها. تمام? وهسيبها. بقى طبعا كل شوية بص عليها. تشرب ميتها زي كده شربت ميتها. بص ما بقاش بقى فيها مية خالص. تلاقيها بص شربة ميتها بالشكل ده. هارح برضو حتى ربع كوباية مية برضو مغلية. بالشكل ده. واغطيها واسبها. افضل انكرر المرحلة ديت لحد ما تستني. تمام? هنا بقى الرؤياء خلاص من تحت انا هقلبها عشان هي خلاص خطيت اللون زي ما انتم شايفين كده. بالشكل ده اللون الحلو ده. هاجب بقى الصينية حط عليها برضو معلقة سامنة. عشان اه احطها برضو على الصجد البتجاز. تكمل برضو. هتاخد بقى اقل شوية. اول مرة خد تلت ساعة. تاني مرة ممكن تاخد من اتناشر ديئة لربع ساعة. على حسب برضو بتجازك. وتبقى عينك عليها. تبص عليها كده على طرف طرفي معلقة ولا طرفي سبتلة. هتشوفي اللونها هتبقى كويسة. هنا بقى اللحمة خلاص كده بالنسبة لستويت تمام. بقت سواها كويس. هحط بقى عليها شوية فلفل اسود. هبحطش عليها اي توابل. شوية فلفل اسود. وشوية ملح. وزبط الملح بتاعها. ومعلاقة سامنة. سامنة بلدي كده بتديها طعم حلو قوي. او السامنة المتوفرة عندك. فيش اي مشكلة. بتديها بقى كده تقليبة. هي كده خلاص معي جهزت. وبقيت مستوية ودايبة. خادت اللون دوت اكلن. اكلنك شويةها. طعمها تحفة جدا. هيك خلاص كده جهزت. وهنا برضو الراقة عندي طلعته. بالراقة زي ما قلنا بياخد آآ تلت ساعة اول مرة. وباجي يقلبه. وبرضو بياخد في حدود في حدود متنشر دقيقة الربع ساعة. هنا قطعتها بالشكل ده. طريقة سهلة جدا. انت ما بتحطي. يعني هي الطريقة دي تحفة بصراحة. انا متعلمها من من امي اللي لا يرحمها. هنا بصي الكطع طالعة ازاي? تحفة. ومقرمشة من فوق ومن تحت دايبة. حلوة قوي. طبعا زي ما قلت لكم لو انتوا عايزين تبقى القطعة بتاعت الرؤية اكبر بتزودوا طبقات. لكن انا بالنسبة لي انا بحبها كده. واللحمة مستوية دايبة. نتيجتها حلوة قوي. طبعا يعني. حطيت انا عشوية بقدونس. شوية فلفل الوين كده. زين الطبق بتاعك. اللحمة دايبة خالص. وكتعة الرؤية. طعمه تحفة. انتوا يجربوا ان شاء الله وبالفة هنوشفة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسينيش لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان نوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة